الراديو 9090 هواها مصري ممكن تخلي اختياراتنا غلط حتى لو انا نفسي ارتبط او نفسي بقاليا شريك حياة هل الفوبيا دي بتتعالج ولا ما بتتعالجش ازاي نقدر نتصرف فيها يمكن قضينا الساعة الاولى نسمع بس كده خبرات بعض والدنيا فيها ايه لكن خلوني نتكلم بقى رأي العلم وعلماء النفس في فوبيا الجواز وهل الموضوع ده بتعالج ولا لا معايا الدكتور احمد هارون استشاري العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية مساء الخير يا دكتور احمد مساء النور اهلا يا ايمان ازايك ازايك يا دكتور احمد عامل ايه الحمد لله من وارد ربنا ايه خليك احنا عشنا كده اول ساعة يعني ايه بس مع اراء المستمعين يعني اللي بتقول لي ان البيت انا اتربيت في بيت كل مشاكل فاطلعت متعقدة واللي يقول لي عصانا كزا تجربة خطها في حياتي فبقيتش عايز اجرب تاني وعندي فوبيا ان انا اخوض التجربة مرة تانية بس خلينا يا دكتور احمد نعرف يعني ايه فوبيت جواز شوفي خلينا نقسم التعريف اللي حضرتك طلبة لحاجتين حاجة اسمها فوبيا يعني مخاوف او خوف الخوف الزايد اللي بيعطنني ويوقف احياجاتي زي ان انا بخاف من حاجة معينة فما بقدرش حققها لدرجة ان انا ببقى في حالة من الرعب انها ممكن تحصل ده بينطبق على كل الفوبيات الممكنة بينطبق على الفوبيا الاجتماعية اللي هي السوشال فوبيا بينطبق على الخوف من الماكن الزايدة اللي هي الكوليستور فوبيا بينطبق على كتير من مخاوفنا واحنا بنتعلم لكن في مخاوف خاصة بالعلاقات اللي منها علاقة في الزواج بخاف من الزواج يعني ايه؟ يعني بخاف اتشل في الزواج بخاف اتعرضت لضغط في الزواج بخاف احس بدغوط نفسية ماقدرش هتكيف معاها في الزواج ده الجزء الاول الجزء التاني الزواج هو يعني ايه زواج أصول في الرأيي ما بين ثلاث حاجات حاجة اسمها الارتباط وحاجة اسمها الحب وحاجة اسمها الزواج ارتباط يعني اتنين قرروا انهم ممكن نقف بس في حتة في سيجنل كويس يا دكتور أحمد كده كوي تمام تفضل يا دكتور أحمد ارتباط يعني اتنين قرروا انهم يرتبطوا بعض الزواج اتنين قرروا انهم يشهروا ويعلنوا هذا الارتباط بشكل رسمي الحب اتنين قرروا انهم يكملوا معها لان مش كل المتجوزين عايشين مع بعض في ناس كتيرة جدا ان عايشين قدام الناس تحت تقف واحد وهم ما بيشوفوش بعض ما بيحسوش ببعض ولو يتقابلوا بيتقابلوا في مدان الصفرة على اساس ان هم ناس شركة في تنسيون ممكن يتعاملوا مع بعض بشكل لطيف مصادر ناس او يتكلموا مع بعض بشكل ألطف مصادر ناس الا ان كل واحد منهم لا قادر يعرف التاني احتياجاته ولا قادر يحصل على اللي هو عايزه من شرككم وهنا بتبدأ المشكلة اللي اثارها لما بتطلع بتخلينا كلنا نسأل نفسنا مليون مرة هو لو تم الجواز ان هاعاني نفس المعاناة وهمر بنفس الخبرات وهتعب بنفس التعب لما تلاقي حد هو مش مطلق ولكنه بيعاني مما يعرف بالطلاق الثامن انها طول الوقت تتمنى ان اللي عايش معاها يحس بكيها او يسهمها او يقدر يترجم احتياجاتها ولما هي بتروح وتقول له انا بحتاجة منك واحد واثنين واثنين ثلاثة بعد ما بيعملهم ما بيبقاش فيه طعم خالص اذا هو عمله ده ان انا بطلبها يعني الواحد لما بيطلب الاهتمام ما بيبقى بيبقى طعمه مش حلو يعني ما بيبقى شهر رابو عليك وجزء كبير من سيكولوجيا تتعمل مع الستات انك تبقى فاهم كويس انها محتاجة منك إذ هي ما بتطلبوش وكأن اللي بتطلبه بتفقد السبينسة بتاعه ثم بتحسش بطعمه لما بيحس صح مخاوف الجواز بتيجي من مخاوف الفشر وما فيش حاجة اصعد من ان انت تغشرت علاقة في مجتمع بيحكم عليكي انك اكيد انت اللي غلطانة لان لو سنك اتأخر في الجواز فيبقى اكيد ما فيش حد بيسأل عليك ولو اتجوزت بادري حرمت نفسك وضيعت شبابك ولو اتجوزت كذا مرة لأ خلينا واحدة واحدة يعني من الاول خالص انت اتجوزت بادري ليه بنت عملتك نفسك كذا طب اتجوزت متأخر ما فيش حد بيسأل عليها دي بايرة طيب اجلت الخلفة حرام عليكي كده تأجل رزق ربنا طيب خليفت اول ما اتجوز على فكرة اللي انت بتعملي ده هيوقف لك حياتك ويخليك ما تستمتعي بيها وما لحقيتش تستمتعي وتستني شوية بالذب هافضل عايشة معي وهو بتاع مشاكل انت ايه بنت اللي جدري تعملي بنفسك كده طب هنفصل عنه عشان مش مستحملها السيطة العقلة هي بتحفظ على جوزها انتري بتعملي كده وتفضل المرأة طول فترات حياتها من قبل الارتباط مرورا بي وانتهاءا بيه وهي بتعيني من تقييم الاخرين ان هي دايما عندها مشكلة لو متجاوزها سباب ولعان وشتام وحاجة ممكن مفيش حاجة يستحمله وقررت ان هي تنفصل عنه هتشيل آلاف الأحمال من ان هي هتتعرض لضغط من الستات اجل ضغوط الرجالة ان اغلب الستات هشكوا فيها ويرقبوها وما يأمنوا هاش ان هم يعودوا معها واغلب الرجالة ممكن يطمعوا فيها او يطلقوا منها ان هي تقرب منهم بشكل او اخر فهي بلا واعي بتقولك انا بدل ما حط نفسي في كل هزيه الضغوط انا خليني متحملة بعض الضغوط ما حدا بحبوش ما بستلطفوش ما بحبش ان انا اعود معاه وتبدأ هنا بقى تعاني من ان تحملها لهذا الشخص هو تحمل لمزيد من الضغط وتبدأ تعاني من انها مش قادرة تتورق معاه ولا حتى تستوعب وجوده في حياتها لغاية ما توصل لمرحلة انها دكنان بصعوبة ولما تصحى من النوم بتقوم منه بصعوبة وتبدأ تعاني من الارق الشديد والاجهات البدني الاشد وتظهر عليها مجموية اعراض جسدية من الصعب كيف تتسيرها طبياً اللي كتير من البكاترة بيتعاملوا معاها على انها اعراض مأس جسدية لا يعني الاعراض دي وبنسمحها كمان من الشباب انا ما بعرفش انام انا عندي ارقته للوقت انا بدخن كتير انا انا فيمكن دي بتبقى اعراض على الجانبين الجانبين عند اللي بيمروا بنفس الضغط لان الجسم هو مراية النفس فلما توصل الحالة منه بلايان النتيجة عن التوتر بتعاني من نفس الاعراض كتير من المواقع طب دكتور احمد عايزين رشدتا لان احنا طبعاً يعني انا عارفة الدكتور احمد عايز حلقات وحلقات لكن عشان احنا على الراديو عايزين رشدتا بقى ازاي ازاي اكسر الفوبيا دي وابتدي ارتبط وبجد وصح بصي ان احنا عملنا مبادرة من حوالي سنة واكتر اسمها رخص الزواج الغرض من المبادرة دي والحمد لله في جهات كتيرة جدا يعني اليوم انا اتكلمت عنها اعلاميا فا اكتر من برناني وجهات كتيرة جدا منها المبادرة بتاعت الرايس اللي ممكن يكون بيدعمها دلوقتي ده مبادرة موادها رخص الزواج الغرض منها ان اي حد هيروح يتجاوز لازم ياخد رخصة قبل ما يتجاوز وخلينا نتفق حاجة ارجوكي انك يعني وكتير من الاعلاميات الجمال اللي زيك يركزوا ويلقوا عليها الضوء هالكل اللي يملك فلوس ان هو يشتري عربية يقدر يروح يشتري عربية مش كده اه لو تخيال ان هو يقدر يسوق العربية دي من غير رخصة كم الكوارث المادية والبشرية اللي ممكن تحصل من ان واحد معهوش رخصة قيادة ممكن يسوق عربية كتير طيب تخيالي بقى ان اللي بيسوق اسرة وبيقود عيلات وبيتحكم في مصائرهم وشكلهم اجتماعيا وظروفهم النفسية والحياتية ممكن بيكونش معهو رخصة ده تمام انت تعرفي ان احنا عندنا كل يوم 22 و 40 حالة مطلقة لا طبعا نسبة الطلاق بقت عالية جدا كل 6 دقايق في حالة طلاق طب الرشدة يا دكتور عشان وقتين بتحصل في الست شهور الاولى من الجواز اه بنسمع ده ده ساعات بعد اول اسبوع من الجواز واسبوعين من الجواز بينا نسمع حالات غريبة اه لغاية ما نتكلم عن رخصة الزواج باستفاضة وانك ازاي تعرف تأتراكتش فيك الحياة المناسب حال انا هطلب من كل واحدة بتسمعنا انها ترتبط براجل مش بذكر ذكر وانسة دول نوعين راجل وامرأة دول صفاتين يعني اين يعني لما ارتبط بذكر ده مجرد نوع وكل راجل هو في الاصل ذكر بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل طب الراجل ده معناها ايه ايوا اعرف اعرفه ازاي ثلاث حاجات انه امين معاك وصادق وياكي ومسؤول عنك لو ما توصرش فيه ثلاث صفات دول يبقى مجرد الزر تمام وهو برضو يرتبط بالست ازاي يعني شركة حياة خدي بالك ان الست طول احتياجاتها على مر العصور ما بتبقاش محتاجة ان الراجل غير كلف حاجات نحفظهم كويس قليل جدا من الشهوة يعني ما تبصرهاش على انها شكل وجد وشيء معقول من حب يعني بداش نحنحها بايدة عن الحد تمام وكتير جدا 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 من الاحتاس بالنسؤولية بالزبط الست ممكن تكتفي بالامان وان حد شايل مسؤوليتها وامين فعلا وامين عليها ممكن تضحي بفلوس العالم تلاقي تلاقي ست بتبني البيت وشقيانة وطعبانة معجوزة بس تقولك لأ انا عارف انه بيحبني وشايل مسؤوليتي وحسب الامان معي فكلمة الامان دي كلمة كبيرة اول كل الستات دكتور احمد هاروم رخصة الزواج صح كده صح كده ان شاء الله نعمل حلقة بقى كاملة عن رخصة الزواج لان اول مرة اسمع المصطلح الحلو ده يعني ان فعلا الواحد لازم يبقى معه تصريح الدخول دكتور احمد بشكرك جدا نورتنا على الراديو تسعين تسعين تهلا بك امي شكرا لك كالترفية شكرا يا فاندم شكرا